مباراة الضباط الصف سوزوفيسي 2019 مختلف التخصصات البرية البحرية الجوية بدءا بإجراءات وكيفية الترشيح ثم بكيفية الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي وأخيرا كيفية إجراء المباراة فتابعونا بعد الدخول لموقع توجينات بوان نت المباراة الضباط الصف نشرت مؤخرا حيث نجد ضباط الصف القوات المسلحة الملكية مختلف التخصصات البرية والتي تضم المدفعية تموين الرياضة العسكرية المصارح الاجتماعية التمريض العسكري إلى غير ذلك هناك كذلك مباراة القوات الملكية الجوية ضباط الصف مختلف التخصصات للباك وللطلبة خريجي حملة لستية أو ما يعادله ثم هناك أيضا مباراة البحرية الملكية مباراة ضباط الصف الفين وتسعة عشر لاماغين غويال حيث تضم مختلف تخصصات البكالورية وتخصص الطلبة خريجي حملة لستية أو ما يعادله آخر أجل للترشيح لهذه المباراة هو ثلاثة مايه الفين وتسعة عشر حتى نسهل وحتى ننطيل سوف نركز على المباراة الأولى المتعلقة بضباط صف القوات المسلحة الملكية ونفس الأمر ينطبق على باقي المباراة بعد الدخول لرابط المباراة بموقع توجينات لدينا هنا تذكير بطريقة الإرسال حيث لا بد من إرسال عبر البريد بالفترشيح عبر البريد وآخر أجل كما أشرناه وثلاثة شهر خمسة الفين وتسعة عشر الجدول الذي أمامنا يحدد التخصصات الممكنة والباكالورية المطلوبة والشروط مثلا تخصص المشات تخصص مفتوح فقط أمام الدكور وجميع أنواع الباكالورية إذن هنا لدينا بعض تخصصات مفتوحة أمام العلميين فقط الدكور مثل المدفعية هناك كذلك تخصصات مفتوحة أمام الدكور والإنات جميع الشعب مثل الرياضة العسكرية هناك تخصص آخر مفتوح فقط أمام الإنات وهو تخصص المصالح الاجتماعية جميع أنواع الباكالورية الجديد هذه السنة هو كون تخصص صحة العسكرية أصبح يضم تخصصين تخصص أنفرميي والذي اشتريت دائما باك علمي في حين أضيف تخصص آخر وهو تخصص وهو تخصص مفتوحة أمام الشعب العلمية والأدبية شرط الترشيح كما تلاحظون هناك الجنسية المغربية عازب أن لا يكون لمترشيح سوابق عدلية سن ما بين 18 سنة على الأقل و23 سنة على الأكثر في تاريخ 16 غوشتين و19 نشير في توجينات لمن لا يتوفر في هذا الشرط هناك إجراء لطلاب الاستعطاف يمكن القيام به عبر الرابط الذي أمامكم من أجل القيام بما يلزم والجهة المعنية بالقوات المسلحة الملكية هي التي تتبط في تلك الطلبات إما بالقبول أو بالرفض إذن نتمم بقية شروط باك 2018 أو 2019 شرط كذلك أن يكون المترشيح والمترشيحة متمتع بصحة جسمانية جيدة ثم شرط آخر أن يكون الطول على الأقل بالنسبة للذكور 1.70 متر وبالنسبة للإنات 1.60 متر ملف الترشيح إذن تقريبا نفس الملف المتواجد في جميع المباريات العسكرية ضباط صف إذن هناك طلب خطي تهيلة للأمور نضع دائما في توجينات نموذج للطلب الخطي في الأسفل إذن يجب كتابة الطلب الخطي بخط اليد وتغيير المعلومات الشخصية بما يلزم نتمم لدينا هناك ذلك من الوثائق المطلوبة بيان نقاط عام وأصلي وكما أشرنا سابقا البيان نقاط العام الأصلي هو الذي يسحب من الحراسة العامة وبهي طابة حي لمدير التانوية وليس مستنسخ نشير فقط بالنسبة لمؤسسات الخاصة يجب إضافة المصادق على البيان بالمديرية الإقليمية وبالأكاديمية الجهورية التربية والتكوين ملف الترشيح كذلك يضم بالنسبة لباك قديم 2018 نسخة من شهادة الباكالوريا كذلك ملف الترشيح يضم نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية من مكان الإزدياد الأصلي كذلك هنا لدينا نسخة مصدقة عليهم بطاقة تعريف الوطنية السينئي وأخيرا لدينا أربعة أضرفة بريدية تحمل اسم وعنوان مترشح من بينها ضرف متوسط الحجم من فئة عشرون ديرهم وقد أشرنا سابقا بيتو جينات لكيفية تعامل مع الأضرفة البريدية لمن ما زال لم يستوعب الطريقة الرابط أمامكم لمزيد من التوضيح وتذكير فقط نشير أن الأضرفة البريدية الأربعة كلها ترسل مع ملف الترشيح على أن يضاف ضرف بريد خامس سوف نجمع فيه كافة هذه الوثائق ملف الترشيح هنا لدينا ملف الترشيح يجب أن ترسل عبر البريد لفظة بوستال آخر أجل كما أشرنا هو 3 مايو 2019 إذن العنوان الذي يجب أن نرسله إليه من فالترشيح يختلف حسب التخصص مثلا تخصص لانفونتوري المشات بنسبة للدوكور إذن المركز الذي يجب أن يرسله إليه من فالترشيح هو المركز بنقرير ميسيرو ديركتور دوليكور غوية لانفونتوري بنقرير إذن هذا هو المركز الذي سوف يجري المباراة رقم الهاتف هنا من طبيعة الحال دوره وفي وقت لاحق من أجل معرفة نتيجة الانتقاء بعد صدور نتائج الباكالورية نفس الشيء ينطبق على باقي التخصصات مثلا هنا بالنسبة للإينات سيرفز سوسيال في مينا إذن يجب أن ترسله من فالترشيح إلى مركز الامتحال الذي أمامنا المتواجد بسالة ميسيرو الكوموندون نصدق تنستركشون دونالتندونس سالة وفي ذلك تنتهي عملية الترشيح نمر الآن لعملية إجراء المباراة بداية ضباط صف كما يعجم الجميع مدة الدراسة تدوم ثلاث سنوات في أحد مراكز تكوين لتوضح مراكز تكوين ضباط صف تختلف عن مراكز الامتحانات مراكز الامتحانات حددت فقط في خمس مراكز وهي التي أعلننا سابقا والتي ترسله إليهم في الترشيح في حين أماكن الدراسة فهي متواجدة في عدة مدن إذن أمامكم الجدول الذي يحدد مراكز التكوين بالنسبة لإجراءات الانتقاء هناك أولا المرحلة الأولى الانتقاء الأولي الانتقاء الأولي لابخيسيليكسيون تتم بناء على المعدل العام للباكالورية الدورة العادية أي بعد اجتياز الدورة العادية للباكالورية وتوصل تلك المراكز بالنتائج من طرف الجهات المعنية بالوزارة تقوم بالإعلان على النتائج بالنسبة لنقاط الانتقاء غير متوفرة ولكن الأمر المرتبط في مستوى المترشحين مثلا السنة الماضية هناك تخصصات تجاوز فيها معدل الانتقاء 14 في حين هناك تخصصات قد يكون مثلا معدل الانتقاء ما بين 12 و13 وهكذا المرحلة الثانية وتهم المترشحين الذين تم انتقائهم في المرحلة الأولى وهنا نشير فقط بنسبة الانتقاء يتم التوصل به عبر البريد وربما هواتف المراكز المشارئلة في المباراة قد يمكن التواصل بها لمعرفة نتيجة الانتقاء المرحلة الثانية هم المترشحين الذين تم انتقائهم في المرحلة الأولى وتشمل ما يليف فحصا طبيا شاملا يشمل فحوصات طول الماشي الوزن إلى غير ذلك هناك اختبارات التربية البدنية هناك ايضا اختبارات بسيكو تيقنية وكما اشرنا هذه الاختبارات تقيس مجموعة من الدكاءات ومدى استعداد المترشحة للعمل في المجال العسكري بالاضافة لمدى توفر على بعض المؤهلات الأساسية هناك كذلك اختبارات كتابية والجدول الذي امامنا يحدد المواد الأساسية حسب الشعب حيث هناك اللغة الفرنسية واللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية بالنسبة لتخصصة الآداب والاقتصاد في حين بالنسبة للكتابي بالنسبة لشعبات العلوم الرياضية والعلوم الجريبي والعلوم التكنولوجي والكهربائية هناك مواد اللغة الفرنسية الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية وهنا لدينا المعاملات هناك كذلك مقابلة شفوية ليتم ترتيب المترشحين حسب نتائج تلك الاختبارات والمعدل المحصل عليه في البكالوريا تحدد النتيجة النهائية نتمنى مشاركة الفيديو بين أصدقائكم مع تحيات فريق موقع توجينت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته